مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 64 أصلي الظهر والعصر إذا انفذ الحصة هذه سوف ينتدربك سوف ينصلي الظهر والعصر كذلك أتذكر وأستثمر قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة النصر الآية الثالثة فسبح بحمد ربك أي قل سبحان الله واستغفره يقول استغفر الله إنه كان توابا فالله سبحانه يتوب على عباده لذلك فعلينا أن نسبحه ونستغفره أكتشف وأعبر الركعتان الأولى والثانية إذا لاحظوا كيف أشهد نصلي الركعتان الأولى والثانية لكن قبل ذلك لاحظوا في هذه الصورة نويت صلاة الظهر آه لقد نسيت إنها تصلي جهرا لاحظوا هذه البنت فهي تصلي جهرا صلاة الظهر فصلاة الظهر تصلى صلاة الظهر تصلى ماذا؟ تصلى سرا وعدد ركعاتها أربع ركعات أربع ركعات إذا نرجع إلى هذه الصورة نحظوا في صلاة الظهر فأولا نقيم الصلاة إذن أول حاجة نقيم الصلاة وإقامة الصلاة بقولنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه هي إقامة الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام ونرفع اليدين نرفع اليدين إلى المنكبين يعني نرفعهم احتر الكتفين ونقول الله أكبر بعد ذلك نقرأ الفاتحة وشيء من القرآن الفاتحة واحدة صورة صغيرة أو لشيء من القرآن طبعا نقرأ سرا ثم بعد ذلك نركع وفي الركوع نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر ثم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم نسجد فنقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر ثم نرفع من السجود ربي اغفر لي ربي ارحمني ربي اهديني اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين يمكن أن ندعو بأدعية كثيرة ثم نسجد مرة أخرى فنقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الله ثلاث مرات أو أكثر ويمكن أن ندعو كذلك في السجود بعد ذلك نقوم فنقول الله أكبر ثم نقرأ مرة أخرى سورة الفاتحة وشيء من القرآن إذا نحن صلنا الركع اللولة الركع التاني نحن نبدو فيها بعد ذلك سبحان ربي العظيم بعد أن نركع ثلاث مرات أو أكثر ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم نسجد ونقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر نرفع من السجود رب يغفر لي رب يرحمني اللهم اغفر لي ولي والدي ولجميع المسلمين أو أن ندعو مدعية أخرى سبحان ربي العظيم بعد أن نسجد مرة أخرى ثم التشهد وفي التشهد الأول نقول التحية لله الزكية والطيبات والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم نقوم للركعة الثالثة نقرأ الفاتحة فقط ثم بعد أن نكمل سورة الفاتحة نسبح الله في الركوع بعد أن نركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرة أو أكثر ثم نرفع من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم نسجد سبحان ربي العلا ثلاث مرات أو أكثر نرفع من السجود ربي اغفر لي ثم نسجد مرة أخرى سبحان ربي العلا ثلاث مرات أو أكثر فنقوم للركعة الرابعة بعد أن نقول الله أكبر فنقرأ الفاتحة فقط ثم نركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع ثم نرفع من الركوع فنقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم نسجد فنقول سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا بعد ذلك نرفع من السجود ربي اغفر لي ربي ارحمني ثم نسجد مرة أخرى فنقول سبحان ربي العلا ثلاث مرات أو أكثر ثم نقوم للتشهد الأخير والتشهد الأخير نقول فيه التحية لله الزكية لله الطيبات لله الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا حبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا هو التشهد الأخير ثم نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتفاتنا إلى جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستثمر وقوم تعلماتي أضع إذن سنضع هذه العلامة في الخانة الصحيحة في الركعة الأولى من صلاة الظهري في الركعة الأولى من صلاة الظهري أقرأ الفاتحة فقط أقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن في الركعة الأولى واش نقرأ فقط الفاتحة ولا الفاتحة مع شوية القرآن نقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن في الركعة الثالثة من صلاة العاصر فالظهر مع العاصر نفس عدد الركعات وهذا شيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ من صلاة الظهر الفاتحة فقط في الركعة الثانية من صلاة العصر الركعة الثانية اللولة والتانية الفاتحة وشيء من القرآن ثم أصل بخطين سنصل بخط صلاة الظهر صلاة العصر إذن صلاة الظهر سرية أم جهرية فصلاة الظهر سرية صلاة العصر ليلية نهارية فإن في النهار تؤدى في النهار مثلها مثل صلاة الظهر أربع ركعات سرية في النهار أتشبع بالقيام أحرص على إقامة صلاتي الظهر والعصر وأتجنب تأخيرهما عن وقتهما إذن سأحرص على إقامة صلاتي الظهر والعصر وانجنب تأخير ديالهم لذلك فعالية أن أصليهما في وقتهما أبحث وعد درس أعتني ببيئتي إذن سننجد الدرس الأعتني ببيئتي إلى هنا نصل إلى نهاية الصفحة 65 ننتقي في الصفحة 66 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة درس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي ظاهرة أمامكم في البلايليس وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء